أكد وزير البترول طارق المل استمرار الجهود المبدولة لتأمين توفر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية وتأمين توفر الغاز الطبعي والوقود لمحطات الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع المل مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محليا وشدد وزير البترول على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الإلكترونية التي تعملني بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي وفد المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق الصناعية المتكاملة والموانئ الست التابعة وفي مستهال الزيارة قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عضا عن المنطقة وما تضمه من مناطق صناعية متكاملة في السخنة وشرق فورسعيد إضافة إلى الأعمال الخاصة بموانئ الهيئة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط واستعراض إمكانيات الهيئة لتوطين صناعة تموين السفن البحرية والاستغلال الجيد لموقع المنطقة الاقتصادية الجغرافية في مشروعات الهايدروجين الأقدر من جنبه أعرب الوفد البريطاني عن سعادته بما أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء على مستوى الإجراءات أو تطلع لقطعات صناعية بعينها إضافة إلى ما لمسه على أرض الواقع وما تقوم به الهيئة لما يؤهلها للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية أكد رئيس البرصة المصرية محمد فريد أن مؤتمر البرصة الثالثة للترويج للاستثمار في قناة يهدف إلى توعية المستثمرين باهمية القيد في البرصة المصرية وكيفية الاستفادة من سوق المال في تنمية استثماراتهم واستغلال الفرص الربحية الحالية وفي كلمة له على هامش انتلاق فعاليات المؤتمر أضف محمد فريد أن الحكومة تدعم البرصة المصرية عبر وضع برنامج لقيد عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في سوق الأسهم بدءا من العام الجاري نعرف الشركات العاملة في مختلف المحافظات وبالأخص في محافظة قناة وهيستدبع هذا الأمر أيضا مؤتمر في محافظة الأخصر نحن بنعرف الشركات بكيفية القيد في البرصة قواعد القيد مدى أهمية عملية القيد وإيه المنافع اللي هم بتقدر هذه الشركات أنها تحصل عليها من خلال القيد وطرح أسهمها من خلال البرصات وهنا بنبدأ الرحلة معاهم لأنه عملية القيد وطرح هذه الأسهم بتأخذ قدره من الوقت نتيجة تجهيز الشركة تجهيز القوائم المالية للشركة بالطريقة التي يعني وفقا لمتطلبات البرصة وده شق من المؤتمر والشق الثاني من المؤتمر هو تعريف مختلف المستثمرين المحتملين كيفية الاستثمار في البرصة من خلال القنوات الشرعية لعملية الاستثمار إلى البرصة المصرية حيث تبانت المؤشرات بختام التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرات إي جي أكس سبعون وإي جي أكس مائة وتراجع رأس الملسقي بقيمة تسعة وثمانين مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وتسعة وخمسين ملياراً وثامنمائة وتسعة وعشرين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس ثلاثون عند مستوى تسعة ألاف وتسمائة وست وثمانين نقطة وأغلق عند مستوى تسعة ألاف وتسمائة وأربع وثمانين نقطة منخفضاً بنسبة واحد من مائة بالمائة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سبعون عند مستوى ألف وتسمائة وثلاث وخمسين نقطة وأغلق عند مستوى 1762 نقطة مرتفعة بنسبة 49 من 100% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2629 نقطة ليغلق عند مستوى 2639 نقطة مرتفعة بنسبة 4 من 10% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و 59 قرشاً للشراء و 18 جنيه و 67 قرشاً للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و 95 قرشاً للشراء و 20 جنيه و 4 كروش للبيع أما عن سعر الاستليني فوصل سعره إلى 23 جنيه و 35 قرشاً للشراء و 23 جنيه و 46 قرشاً للبيع نسبة لأسعار العملات العربية ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيه و 6 قرشاً للشراء و 5 جنيه و 8 قرشاً للبيع أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيه و 95 قرشاً للشراء و 4 جنيه و 97 قرشاً للبيع تبيع دبي حصة أقلية في ميناء رئيسي و منطقتين أعمال إلى صندوق تقاعد كندي بما سيساعد الشركة الحكومية الإماراتية التي تدير تلك المنشآت على تقليل عبء ديونها وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الصندوق الكندي سيحصل على حصة تبلغ نسبته نحو 22% عبر مشفوع مشترك جديد معها سيستثمر الصندوق بمجابه 5 مليارات دولار في ثلاث منشآت واقترضت أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم نحو 8 مليارات و 100 مليون دولار في عام 2020 لتمويل شراء دبي لحصة الصغار المساهمين وإعادة الشركة الملكية الكاملة للحكومة وشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لمحمد وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسع